قبل أن نبدأ أنا وأنت سنستمع لجملة قال بالأمس جد الأطفال وعرج على موضوع ودور لحماس في الأزمة السورية وفي لواء التوحيد سنستمع لما قاله ونتابع بعدها أنا وأنت جماعة المخيم كلهم طلعوا وين؟ أخذوا لباصات وراحوا على تركيا طلعوا على تركيا من اللي طلعتون حماس نعم هذا مقطع صغير سنستمير ولكن هذه المرة يعاد إثارة موضوع دور حماس بالأزمة السورية ما هو دور حماس ما هذه العلاقة ما بين حماس ولواء التوحيد الذي ردف أصلا تنظيم داعش لاحقا هذا حماس التي تتلقى تمويل من إيران وأيضا على علاقات مع تركيا وكانت أيضا يعني تعالج الناس في تركيا ما هذا الرابط بين هؤلاء العناصر الأربع حماس داعش إيران وتركيا اللي كشف عنا أصلا الجد بالأمس يعني هذه العلاقة معروفة للجميع وهناك توثيق لهذه العلاقة كما هو معروف فإنه غزة بعد الإنقلاب الدموي الذي أحدثته حماس في 2007 في قطاع غزة نمت عديد من الجماعات الإرهابية منها لواء يسمى بلواء التوحيد موجود في رفح أصلا وهو انشقاق عن جماعة أخرى تسمى بكتائب الناصر صلاح الدين أعلنت عن نفسها باستعراض عسكري كبير جدا في رفح تحت سمع وبصر وغطاء حركة حماس في 2013 ومن ثم حركة حماس سكتت عليهم عدد غير قليل منهم بدأ يتسلل عبر الأنفاق ويذهب إلى سيناء ويشارك في قتال الجيش البصري واجهزة الأمن المصرية ونحن لدينا في مركز دراسات دراسة تتضمن عدد غير قليل 18 واحد تحديدا من عناصر تم تهريبها من الأنفاق وقاتلت وقتلت داخل قطاع غزة هناك الفرع الثالث أو الضلع الثالث في هذه العلاقة هو العلاقة مع تركيا في غزة كان يتم تهريب هؤلاء المقاتلين عندما يصابوا في سيناء يتم تهريبهم عبر الأنفاق ويعالجوا في مستشفى في خنيونسي يسمى مستشفى الأوروبي والدكتور الذي كان يعالجهم دكتور اسمه أبو السبح وهو نجل واحد من أهم قيادات المؤسسين للإخوان المسلمين في قطاع غزة وليه حركة حماس وبالتالي العلاقة حماس للأسف الشديد التي كانت تحتضنها سوريا وتأويها وتفتح لها معسكراتها إلى آخره انقلبت على النظام في سوريا واستخدمت عناصرها هناك مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الإرهابية في مقاتلة النظام السوري ثم تم نقل المركز الأساسي وقيادات حركة حماس إلى قطر وبقيت بعض العناصر المؤرطة واستخدمت سيارات قيادات من حماس منها مرافق لخالد مشعل الذي كان رئيساً المكتب السياسي لحماس في نقل أسلحة إلى آخره ومن ثم العلاقة هذا المسلس ما بين حماس وبين الجماعات الإرهابية في غزة وفي غيرها مع تركيا التي جدت لها علاقات قوية للغاية بداعش أصلاً وإيران بالطبع هي ممولة للجميع ويعني لا ننسى أن سماعين هنية كان في طهران قبل نصف شهر وهناك بكى على كتف المرشد العاء أو الإمام خمنئي ودعا أن قاسم سليماني شهيد القدس رغم أن إيران كلها لم تضع بنساً واحداً ولا تطلق طلقة واحدة وليس لها أحد لا قاتل في القدس ولا شارك في القدس لكن هذه الضريبة التي تدفعها حماس نتيجة الدعم المالي والعسكري الذي تتلقى من إيران وتقيم في نفس الوقت علاقات مع تركيا تركيا تقيم مثل هذه العلاقات لتستفيد اقتصادياً ومالياً وتستخدمهم كأدوات استخبارية تستخدمها وقتما تشاء وضد من تشاء وهذا ما يفسر العلاقة بين حماس في سوريا وبين تركيا وبين هذه التنظيمات الإرهابية